وانتي زي خبيتي علينا ده كله يا كمالي يو بقى يا مامي هو ده وقته وانا من امتى باجي احكيلكو عن اي حاجة مانا طول عمري عايشة حياتي من غير ما انتوا تعرفوا عنها اي حاجة مادام الحكاية كده يا جايبانة تحكي لنا ليه عشان تعبت يا بابي تعبت من التفكير وابقتش عارفة تصرف ازاي يا سيدي لو انا مضيقكو فانا اسفل يا حبيبتي بابي ما يقصدش كل الحكاية انه هو زعلان انك خبيتي علينا مشاكلك مش كده يا معتز واديني قلتلكو وحكيت لوكا على كل حاجة ممكن بقى تقولولي اعمل ايه انتي لازم توافق على ديل سناء وبطيلة غيرة اللي انتي فيها الموضوع مش غيرة والانانية انا مكنت بحب كريم مش ممكن اتخل ان في واحدة تانية تشاركني فيها بدا حتى لو طرحت ما بخلفش ومقدرش انا عارف ان انتي بتحب كريم وكريم كمان بحبك ويمكن القفر بتاع السناء داعي يبقى مزعج بالنسباله وبالنسبالك هي ليه تحكم علينا انا احنا نايش توحز احنا الاتنين ليه انتي عارفة الناس دي معاها فلوسة ديه الحكاية مش حكاية فلوس يا بابي لا الحكاية حكاية فلوسة وكريم لازم يخلف لان ده شيء ضروري عشان الامبراطورية اللي سبقى له ابو عشان تكبر وتكبر طب انا عامل ايه؟ من على يدوك رفت لتكاترة الدنيا كلها وبرده ما فيش فايد عامل ايه؟ انا عارف عارف ان انتي تهبتي بس نصيحتي ليك يصدقيني يا قديس ان انتي تقبالي الديل سنعبا اتبتقولي ايه يا ماما؟ لا طبعا مش ممكن يا ابني سيبك من شغل العيال ده وفكر زي البن قدمين الكبار هو انا ما بقى عايزة حافظ على بيتي وستتي اللي بحبها بقى عايل؟ خلاص يا ستي انا كده اكبر عايل في الدنيا يا حبيبي فكر فكر صحيح انا ما بحبش كاميليا لكن هي اللي ازناقيتنا وحطيتنا في الكورنر ده وهي زنباية انا ما بتخلفش يا ماما لا هي ملهاش زنباية خالص بدا لكن هي كمان مش بتجيلك فرصة انك تفكر في حال ماما كاميليا كراميتها وعمرها ما تسمح لها انها تقبل وضع زي ده يبقى مش بتحبك لا طبعا المشكلة ان كاميليا بتحبني وبتحبني اوي كمان اسمها يا كريم لو كانت بتحبك كتفكرت فيك وعملت حسابك زي ما انت بتفكر فيها وبتعمل حسابها ازي كان احلي بيقولوا كده يبقى اكيد سنة حاني دي كان عندها حق تعمل فيها ابتر من كده ست ما عملتش فيك اي حاجة وحشة يا حبيبتي كمان اوكي يا بابي لو سمحت مش عايز اتكلم في الموضوع تتاني يا كوكي استني بس شو في بابي عايز يقولك ايه احنا بجده خايفين عليك خايفين علي من ايه منت انت سناء ما انتو لسه دلوقتي بتقولولي اسمعي كلامها تبقوا خايفين من ايه لا خايفين عليك من نفسك ومن عندك اللي ممكن يضيع كل حاجة هو لسه في حاجة ما ضاعتش يا بابي ايه حبيبتي في انتي سناء قضيتها كسبانة وكده كده هتاب اللي هي عايزاها احنا نعيلها شوية ونتنازل عشان ما نخسرش كل حاجة بلاس ان كاريم بيحبك ولو اتجاوز ميد ست وجاب عشر عيال انا مش عايز ابقى نمبر وان انا عايز ابقى نمبر وان انا عايز ابقى the only one انتو ازاي مش قادرين تفهموني ازاي اللي محدش كان فهمه ان حب كاميليا الكريم كان اكتر بكتير من قدرتها لانها تتنازل عن جزء منه ماما انا مش عايز منها حاجة ده اللي انت بتقوله دلوقتي لكن لما فعلا هتحس ان انت عايز تبقى اب ساعتها هتكره نفسك وتكره الجرار اللي انت اخدته وتكره كاميليا كمان ويظهر ان كاميليا وكريم هما بس اللي كانوا شايفين ان حبهم اكبر من كل اللي بيحصل